عين رئيس محكمة الجناية في بيروت القاضي طارق البطار محققاً عدلياً في انفجار مرفأ بيروت خلفاً للقاضي فادي صوان بعدما وافق مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود ناجم اسم بطار ترحته ناجم في آبا الماضي وقيل حينذاك أنه رفض تسلم الملف معتذراً لأسباب شخصية ليتضح بحسب مصادر قضائية لجريدة الأخبار أن البطار لم يرفض يوم ذاك إنما أبلغ مجلس القضاء الأعلى أن هذه المهمة يجب أن لا يكون عليها قيود ولا حدود مفتوحة وقال حرفياً لست متحمساً لكن إذا سلمت هذا الملف فسأمضي فيه حتى نهاية غير أن مجلس القضاء الأعلى رأى ذلك تردداً فأبلغ وزيرة العدل أن البطار يرفض أن يكون محققاً عدلياً في جريمة المرفأ وطرق البطار مما وليد عام 74 وهو ابن بلدة عيدامون في عكار التي زارتها الكاميرا الجديد واستطلعت أراء أبناء البلدة المحتفلين بتعيين ابنها محققاً عدلياً بيزور البلد كل ما سنحط له الفرصة وبيحب كل أهل الضيعة بيقوم بكل واش بيته بيحب الكل بيحترم الكل والكل بيحبه وبيحترمه هو قاضي نزيه ومشهود له بأنه القاضي الذي لا ينام قبل ما يجوز ملفاته يحرص دائماً على أن ينال كل زي حق حقه بس عرفنا تأكدنا أنه بعض القضاء بألف خير وبعدنا كمان منطمن أهل الضحايا أنه قضيتهم بأيادة أمينة الرئيس طاري إنسان نزيه وشريف كف ونظيف التحق البطار بسلك القضاء بعد تدارجه في المحامات ليكون بين الأوائل في معهد الدروس القضائية شغل منصب محام عام استئنافي في الشمال وقادم منفرد في عام 2017 عين رئيساً لمحكمة الجنايات في بيروت ذع صيده بعد إصداره حكماً بالأعدام على طارق يتيم في قضية مقتل جورج الريف وحكم مماثلاً على محمد الأحمر في جريمة قتل روي حاموش بعد مطاردة السيارة التي كان فيها حاموش ويقودها رفيقه جوني نصار في محلة الكارنتينة في السادس من حزيران عام 2017 وهو نفسه القاضي الذي لاحق قضية الطفلة إيلة النوص التي خسرت أطرافها الأربعة بسبب خطأ طبي منذ خمس سنوات ونصف لإحقاق العدالة فيها من خلال عقده لثلاث جلسات متلاحقة دون أن يتمكن من عقد جلسة المرافعة التي حُددت في الثالث عشر من كانون الثاني الماضي بسبب إجراءات التعبئة العامة وكان والد الطفلة حسن طنوص قد قال في تصريح تعليقاً على تعيين البطار محققاً عدلياً في فجار المرفأ أنا مسرور وخائف في نفس الوقت مسرور لأنه قاضي يتصف بمنسوب عال جداً من الإنسانية الرحيمة لكنني خائف أن يضيع حق ابنة الصغيرة التي بثرت أطرافها الأربعة نتيجة خطأ طبي إذا لم يتمكن القاضي من متابعة الملف الذي كاد أن يصل إلى خواتيمه المحقق وبسبب جائحة كورونا كان القاضي طريق البطار قد أصدر في الأوينة الأخيرة 21 حكماً عن بعد في محكمة الجنايات ترجمة نانسي قنقر